لازم برضو اكون مهتمة بي الشعر التاعي تحت الكوندشن والشروط اللي احنا متفقين عليها طب يا دكتور ايه هي الشروط والكوندشن اللي احنا نتفق عليها لعلاج الشعر عشان احافظ على شعري حكتين اول حاجة لازم تعرفوا ايه مكون الشعر دي الشعرية اللي بنقول عليها الهير شفت اللي هي طلعت من بصيلة الشعر طلعت من سطح الجلد دي اسمها الهير شفت تاني حاجة هي بصيلة الشعر الموجودة تحت سطح الجلد اللي بيجي لها الإمداد الدموي عشان تطلع النبات الحلو ده اللي طالع ساميك اللي طالع لازق في التربة طالع كثيف طالع مش مقصف مش هايش مش مجعد يبقى أنا عندي جزئين لازم اهتموا بيهم بصيلة الشعر ويه الشعرين نفسها لتخرج برا سطح الجلد اللي احنا بنسميها في علم الدرماتولوجي أو في علم الجلدية بنسميها الهير شافت طيب يبقى أنا هاهتم ببصيلة الشعر ازاي؟ بالغذاء الصحي أكلنا الخضار والفاكهة الكتير أكلنا ليه البروتينات لأنه طبعا الأحماض الأمينية المهمة لتكوين كرة الشعر وكولوجين الشعر هو أربع أحماض أمينية سستين لايثين ميثيونين أرجينين طلاثم طب ليه يا دكتورة الأحماض الأمينية دي قلتيها عشان قلدي موجودة برضو في منتج روهير الجامز مش بس فيه بايتين ومش بس فيه فيتامينز اي وسي وي اي ومش بس فيه معايد ومش بس فيه حديد ومش بس فيه زنك ده كمان فيه أحماض الأمينية اللي بتعيد تركيب كرة الشعر وكولوجين الشعر عشان يطلع شعر سميك صلب كسيف معالج مفوش أي مشاكل منها يشان أو الجفاف يبقى احنا كده أول حاجة هتمينة بيها هي التغذية الصحية وطبعا المالتي فيتامين اللي هناخده مرة أو مرتين في اليوم لمدة لا تقل عن من ثلاثة لست شهور ليه يا دكتور من ثلاثة لست شهور لأن دورة الشعر ويتكوينها وأنها تطلع صحية ونتخلص من الشعر المجعد اللي هو الثين هير الرفيع المقصف اللي فيه الفلكتد انز اللي هي النهايات المفتوحة دي قولي يا دكتور أنا شعري حلو قوي بس من تحت كده بحس النهاية بيفتح شعرتين ده غلط لأنه هو ده نحيف الشعرين نحيفة مش كسيفة مش قوية مش صلبة يبقى احنا كده اهتمين بفروة الشعر وطبعا اديناها الغذاء المناسب لي بصيلة الشعر عشان يطلع لنا شعر كسيف وصحي شكرا